موسيقى مرحبا بكم في هذه الحلقة من حوار العلماء ويسعدني أن نلتقي مرة أخرى مع الصديق العزيز والأستاذ الكبير الأستاذ الدكتور جورج صليبة المتخصص في علوم الفلك عند العرب والمسلمين في فترات القرون الوسطى والأستاذ بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية مرحبا بك دكتور جورج الله سلام هيا احنا اتكلمنا في مرة سابقة على ما سمنا العلم القديم وبدأنا بتصورات من أيام بابل وقدماء مصريين ثم مكتبة الإسكندرية القديمة وبدأت الترجمات في عصر عبد الملك بن مروان واستمرت عبر المأمون والمتوكل وأتت في هذه الفترة مع الترجمات العرب بدأوا يعملوا إسهاماتهم من أول الترجمات وأيضا مش بس في الترجمة إنما في النقد والملاحظات والشروح مع الترجمات وبالإضافة إنهم أقاموا عدد كبير من الأرصاد الجديدة الأرصاد البغدادية التي سمحت لهم إذن نبع عندهم حسابات أو ملاحظات فعلية قاعدة بيانات بالمفهوم الحديث قاعدة بيانات حديثة نسبيا وفي نفس الوقت إنهم يلتزموا بهذا وأتى ابن الهيثم فوضع فكرة العلم التجريبي والتزام بالقياس وإنه في منهج علمي تجريبي وفيه بقى بداية انطلاق عدد كبير من الأناس السؤال بقى اللي حنسأله دلوقتي هو بنسبة لبعض الكتب الغربية وغير الغربية بتقول بإن كان في الفكر يوناني القديم وفكر بابليز وفكر يوناني القديم ثم كتابة الإسكندرية ثم فترة طويلة سموها القرون الوسطى أو الـ Dark Ages بالنسبة لأوروبا وبعدين العرب في هذه الفترة بس كل اللي عملونه هم ترجموا الكلام ده واحتفظوا به ثم بتيجي قفزة مع كوبرنيكاس وتيكو براهي وكيبلر ونيوتن وجاليليو هنتكلم عن دولة بعد شوية خليل نبقى في نقطة اللي في الوسط بعد تواجد هذه الفرشة الأساسية مع الواجد السيء إزاي تطور تطورت النظرة العربية لعلم الفلك يعني عندنا مجموعة من الشخصيات هنذكر بعضها إلى أوردي وابن الشاطر وغيرهم من الغاية ما نوصل نصير الدين التوصي إلى أن نصل إلى مدرسة مراغة ثم مدخل على كوبرنيكاس ففي هذه الفترة كيف تطور النظرة التي في شكوك على بطلاميوس في ملاحظة؟ لم يكن كتاب ابن الهيثم الشكوك على بطلاميوس هو الكتاب الوحيد هناك عالم فلك أندلوسي آخر مع الأسف لنزال نجهل اسمه لأنه بقي لنا فقط مخطوط واحد من أعماله اسمه كتاب الهيئة محفوظ في حيدر باد الهند وفي هذا الكتاب هو يشرح الهيئة البطلامية وعندما يصل إلى مشاكل يقول وسأذكر هذا في كتاب الاستدراك على بطلاميوس فإذا هناك في الغرب الأندلوسي وفي المشرق هنا في القاهرة كانوا العلماء بدأوا يستشفوا أن هذا الفلك اليوناني فيه مشاكل فيه مشاكل نظرية على مستوى الكوزمولوجيا أما الأرصاد الأرصاد سليمة وكان الأرصاد التي صححت إلى أيام بغداد أصبحت أرصاد يمكن أن يستخدم ويقوم عليها فلك ولكن المشاكل الرياضية النظرية في الفلك اليوناني هنا بدأ الرد عليها عبر هذه التساؤلات إنما تسمى كانت يا أما شكوك أو تسمى استدراكات هذا في القرن الحادي عشر الميلادي الرابع الهجري طب ممكن أن أقفك هنا بقى السؤال لأن عندي فيه سؤالة على شخصية هامة جدا إنما عليها بعض الاستفهمات طبعا كل المشاهدين يعرفوا هذه الشخصية لأسباب أخرى تماما وهي شخصية عمر خيام عمر خيام الناس كلها تعرفه عشان الربعيات وإحنا في العالم العربي نعرفه عشان مش بس الربعيات إنما ترجمة رامي وغناءه مكلسوب لك يعني بالنسبة لمشاهدين خيام والربعيات إنما خيام عمر خيام كان رياضي من التراز الأول وفلك فلكي أيضا ولكن عليه فيه علامات استفهام على إيه الإسهامات اللي عملها فعلا والتقويم الجلالي بتاعه كان إيه بوره تقولينا كلمة عن عمر خيام يا أنت تعرف أنه زميلنا وصديقنا ريشد راسد يقول أنه هناك اثنين عمر خيام واحد شاعر والآخر فلكي ورياضي ويدعي أنه هناك اثنين ربما ربما وربما يمكن ربما يقول بس ساعد مرضو ممكن العبطارية تتواجد الميدانية الذي أعرفه أنا عن عمر الخيام عدا عن الربعيات واللي نستمتع بها كلية الذي أعرفه أنه بالفعل أعاد رصد طول السنة الشمسية ومكياسها بطول طول الشهر القناري ودقق هذه الحسابات حتى تبقى وكان الدافع وراها كلها هو جمع الخراج يعني كل هذا دوافع دوافع عادي لأنه لا يمكن أن يجمع الخراج على حساب السنة القنارية لأنه يحدث خلال مرات يجمع الخراج مرتين خلال والزرع لا ينتر مرتين لذلك لذلك هو دقق هذه الحسابات لأنه يستقيم التقويم يعني فقط هذا علماء الأزياج يعني هو يعتبر بهذه الناحية بس نقول بس نشرح كلمة الزيج الزيج هو عبارة عن نتيجة جداول بواسطتها تحسب أماكن الكواكب ومنها تحسب طول السنة الشمسية وطول الشهر القمر هذه الجداول تشبه إلى حد بعيد ما كان يندج من خلال 10-15 سنة من الحاسوب الذي يعطينا بالحاسوب بهذه الجداول والتي تستخدم في وزارة الزراعة ووزارات الباية الذي هي البيانات هذه الأزياج أرقام فقط تستخدم هذه الأرقام لهذه الحسابات العملية ولكن لم يتسائل على حد علمي أنا لا أعرف أن عمر الخيام تساءل مرة أو في حياتي عن عن فكرة الكوزمولوجيا اليونانية وهل كانت تستقيم وتنسجم مع الفكر الرياضي اليوناني يعني هذا التساؤل النظري لم يحدث عن عمر الخيام هو حصل عند الغردي وابن الشاطر وبتاعة نعم إذن عمر خيام سواء شخص أو شخصين على مقولة رشدي صديقنا رشدي رشد نعم على أي حال هو شخصية تاريخية هامة له إسهامات فلاكية ورياضية مشهودة بصفة خاصة بالنسبة للسنة الشمسية والشهر القمري والحسابات التي تربط ما بين الاثنين نرجع التاني بقى إلى رؤية الفلاكية العامة ومن الملاحظ أمرين يعني ممكن نخلي المشاهدين بتوعنا يشوفوا كم من المجوم اللي احنا بنعرفها في الأبراج المختلفة جاءت من أسماء عربية والاسم اللاتيني بتاعها اللي موجود دلوقتي ده مجرد كتابة بالحروف اللاتينية لاسم عرب إذا نظرنا مثلا إلى البرج بتاع الأسد فهنجد كلمة رسلس ليس لها معناه إلا أنها الكلمة اللاتينية لرأس الليثر وكذلك الضفيرة وكذلك الطرف وكذلك الجنوبي وكذلك حاجات كثيرة جداً من هذه ففي إسهامات في رصد النجوم وتسميتها وكتابتها إلى آخر إنما الصورة العامة بتاعت التصور الكوزمولوجي مع بعد ما فيه نقد لبطلميوس والمنهج القديم من بدأ من ممكن نقول إنه هو بدأ بتصور جديد متكامل بالمجاوب على هذا أوداً أشرح فقط قصة أسماء النجوم هذه أسماء هذه النجوم التي بقيت بالعربية هي لم تأتي عبر الترجمات من اليونانية إلى العربية أسماء هذه النجوم هي الأسماء في كتب الأنواع الكتب البدوية يعني والذي جمع الإثنين هو عبد الرحمن السوفي اللي عمل كمان في أيام الدولة البوايهية واللي كتب كتاب سماه كتاب صور الكواكب السابتة هذا عبد الرحمن السوفي لاحظ أن ما ترجم من اليونانية من أسماء النجوم وما غير وكلها تصف تشكيلات إما حيوانات أو ناس أو ما شابه في السماء حسب الميثولوجيا اليونانية القديمة أتتنا بترجمات وأن في التراث العربي ما قبل الإسلام التراث العربي القديم الذي حفظ في كتب الأنواع إشارات إلى نجوم وكوكبات ومجموعات تختلف فجمع الإثنين وكان يصف مثلا كوكبة التوأم يعطيك كما ورد في النص اليوناني وفي آخر يقول وأما العرب فكانت تقول كذا لذلك نرى مثلا ما أخذ في عشر النهضة والذي أخذ ذلك هو أبيانوس الذي جمع أسماء هذه النجوم في الأطلس الشهير سنة 1485 ميلادية والذي لاحظ أن الكلمات العربية لما قبل الإسلام البدوية يعني الأسماء هي تشير إلى الأشياء إلى النجوم بكلمة واحدة وليس بجملة في التراث اليوناني كانت تقول النجم الذي في العين اليمنى لرأس الأسد هم كانوا تكتب جملة كاملة أما كتب الأنواع فكانت تحتفظ بلفظة واحد فأبيانوس هو الذي اختار من نص السوفي ويقول والسوفي يقول من نص السوفي اختار الأسماء البدوية القديمة ومنها بقيت في الفلك الحديث إلى الآن هي العبارة لها ومن الدليل الضريف هو أنه ما يسمى الآن كوكب الدب أرثة ميجر في الفكر اليوناني ليس هناك أولى ثانية ثالثة التي شاهدتها ونشاهدها جميعا على الأطلس الحديث لكتب النجوم هذا يأتي من التراث البدوي الذي كان عنده تصور يختلف كليا وليس لم يكن هذا دب هذا كان بنات نعش وكان الأسد الذي قريب من هناك رفع ذنبه فترة وضرب بها الأرض فهربت الغزلان هناك وقفزت القفزة الأولى القفزة الثانية القفزة الثالثة وبقيت هذه الأسماء الأولى والثانية والثالثة ملشقة بكوكبة الدب ولا عذاقة لها بالدب إطلاقا إلا هي قفزات الغزلان التي تخوفت من الأسد فالذي بقي هو التراث العربي القديم وأخذ في عصر النهضة وهذا أنا ما أسمي بناء عصر النهضة يعني النهضة العلمية بنيت بهذا التراث العربي أخذت أسماء النجوم من هناك واحتفظ بها أخذت تصور الفلكي واحتفظ به والنتيائج الرياضية الذي أخذها من العرب بنيت في أصل التركيب الفلكي لعصر طب إذا أتينا إلى يعني بداية التركيب الكوزمولوجي الشام الفلكي العرب إيه هو أهم كتاب أو أهم مرحلة فريقة أو أهم علم طوسي أم أردي أم من تعلم تقدير العلماء يعني واحد مهم أكثر من الآخر لها عدة معايير أنا أقول البدء الأول هو فيلسوف وتلميذ ابن سينة عبدالواحد الجزاني أول من كتب رسالة جدية تقول أن هذه المشكلة في الفلك اليوناني اللي تسمى للمختصين يعرفوا بها مشكلة معدن المسير يمكن أن تحل بهذه الطريقة هذا أول يعني أولا له حق السبق هو الذي بدأ يطرح الفلك البديل ولكن الجدي يعني الفلكيين الجديين الذي بدأوا يكتبوا رسائل كاملة في إعادة النظر بكلية الفلك اليوناني وتناسق الكوزمولوجيا الطبيعي مع الرياضيات أهم واحد بهذه الفترة أهم فلكي هو مؤيد الدين العردي الذي كان يعمل مع نصير الدين التوسي في مرسد مراغة وأتى إلى مرسد مراغة من دمشق هو كان يعمل في دمشق أولا واستدعاه نصير الدين التوسي وأخذ إلى مراغة لإقامة أرصاد في مراغة لأن هذا مؤيد الدين لم يكن فقط عالم فلك وكان مهندس هو الذي بنى الآلات للرسد في مرسد مراغة وترك لنا رسالة في بناء آلات الرسد في مراغة نعرف هذه الرسالة في مراغة مراغة العردي أيضا مش استعمل المنهج بتاع التوسي أو الديسابون لا هو أتى يعني أتى بفلك كامل بكتاب باسمه كتاب الهيئة نشرته أنا 1990 أتى به كامل يعني هيئة جديدة لم تكن على اتصال بأعمال التوسي لتلك الفترة ولكن هو الذي قال أنه ليس لدي أي اعتراض على الأرصاد التي قام بها بطلميوس لأنه أنا ليس عندي آلات تكفيني لأرصد رسلا جديدة ليس عندي أي اعتراض على الرياضيات التي استخدمها بطلميوس لأن رياضيات سليمة لا بأس بها وإنما عندي اعتراضات على محاولة تنسيق بطلميوس للرياضيات للكوزمولوجيا وللفلك النظري هنا يقول هذه عملية حجس يعني أن تستأخذ من النتائج الأرصاد وتحدث يعني تخلق تصور هندسي الحدس هو يسميه حدس ويقول وليس بطلميوس أولى بالحدس من غيره خاصة وأن أصبنا المطلوب يعني هو يقول أنا حدست هيئة فلكية وهيئة هندسية تعطيني المطلوب وتتوافق مع الأرصاد وهذا هو المطلوب في الآخر أن نتوافق مع الأرصاد يعني معناها الارتباط دائما بالدليل الحسي والدليل الذي أشرت عليه أن هذا هو بالفعل يصبح فيما بعد هو المنهج التجريبي أو المنهج طيب نأتي بعض العردي كلمة عبدالجاني والعردي مؤيدين العردي في فرورا بالتوسي والتوسي قبل العردي أتى بنظرية رياضية جديدة لإعادة تركيب الشكل الهندسي الذي يمكننا من التنبؤ بأماكن الكواكب في أي وقت إن شاءنا والتوسي أتى بنظرية أخرى تسمى الآن وازدوجت التوسي وهي منتحة الأهمية لأنها رمية من غير رام بمعنى أنها استخدمت وانتجها التوسي لحل مشكلة فلاكية وإنما أصبح لها تداعيات في عدة محلات أخرى ومن جملة الناس التي استخدموها أنا أتكلم عنها من جملة الناس هو قليليو أيضا لم يستخدمها فقط كوبيرنيكوس استخدمها قليليو واستخدمت أخيرا أيضا في تحويل أي حركة خطية إلى حركة دائرية التي نستعملها في إنتاج السيارات إلى الآن بمعنى أنه يعني البستون مثلا رجال وما يضرب كده ويحرك العجل العجل بشكل دائري نقل الحركة دي من هذه لهذه ده جزء من تطبيق من تطبيق نظرية التوسي حولها الاثنين يعني أنتجوا نظريات جديدة رياضية لتحوير الفكر اليوناني والفلك اليوناني لإعطاء بديل مستقيم ومتناسق بين بعضهم بسأنا بحب يسميه الفلك السكنداري لا كانوا يستغلوا من اثنيناتهم كانوا في مراضة أولا لا لا أنا بقول أنا بقول أنت أصلك عشرت أكثر من مراضة الفلك اليوناني هو مكتوب باليوناني هو مشهور باليوناني بس هو يعني لما واحد مولود في مصر وعاشت وعمره في مصر واشتغل بمصر ومات بمصر ويمكن سافر بر مصر سنة واحدة في حياته يعتبر يوناني كان بيكتب باليونانية بس زي ما احنا بنقول الفلك العربي نفس الشيء فأنا نقول الفلك السكنداري آه آه لا لا نستمر دي كانت بس نقطة عراضية نستمر النقد بعد كده بعد هذه الإسهامات الكبيرة يجي شخصية زي ابن الشاطر ابن الشاطر الدمشقي كمان لازم ننتبه والمشاهد لازم يعرف لأسباب تانية لازم يعرف أنه معظم هؤلاء العلماء اللي نتحدث عنهم كانوا بنفس بقى يعملوا كرجال دين ولم يكن تناقض اطلاقا ما بين أعمالهم وبين متطلبات الدين ابن الشاطر الدمشقي كان موقع في الجامع الأموي وحصد أيضا حصد ما عمله مؤيد الدين العردي وما قام به الطوسي هو أتى بعده حوالي مئة سنة يعني لم يزور مراغة بحياته وإنما أخذ هذه الأعمال وأتى بتفكير جديد وبطرح رياضي جديد جمع كل الأشكال الهندسية التي تساعدنا في التنبؤ على أماكن الكواكب جمعها كلها بشكل موحد لطريقة أنها يمكن أن تستخدم نفس نفس الشكل الهندسي بتعديل المقاييس يستخدم لحركة القمر لحركة الشمس لحركة الكواكب العليا ولحركة عطارد اللي هي الكواكب اللي كان بطلة ميوس الإسكندراني يا سيدي كان أفرد لكل واحدة كل كوكب من هذه الكواكب شكلا هندسيا مختلفا ابن الشاطر هذا وجماعهم كل وهبي هذا الجمع أصبح بسهولة أن تنقل مركز العالم من الأرض إلى الشمس وابن الشاطر لم يقل بذلك إطلاقا لأنه كان يلتزم بتناسق العلم أن الأرض هي حاجة كوزمولوجية أرستية والفلك الرياضي الذي يصف هذه الكوزمولوجيا يجب أن يتناسق مع هذا لذلك لم يقترح ولم يفكر إطلاقا بأن هناك إمكانية أخرى تسمى مركزية الشمس ولكن قدم على طبق من فضة هذا العمل المتكامل لكل هذه الأشكال الهندسية جمعها بشكل موحد ليصبح بسهولة أن يأخذ واحد مثل كوبرنيك يصبت الشمس ويحرك الأرض وما حولها بمركزية الشمسية هذا الذي صنعه ابن الشاطر ولكن التزام ابن الشاطر كان بمنتهى بمنتهى الصراحة أنه يلتزم بمركزية إنما هو عمل الجزء الرياضي الأكبر هنا بعض السؤال كوبرنيك كان على دراية بهذه الأعمال المشكلة هنا تصبح مشكلة مشكلة دليل الدليل الذي لدينا الآن هو ما يلي أن كوبرنيك يستخدم نفس الرياضيات ويستخدم نفس النظريات الرياضية التي استخدمها العلماء المسلمون القبل مثلا هو يستخدم نظرية ما أسميها أنا مقدمة العردي لتحسين الشكل الهندسي لحساب الكواكب العليا وهو يستخدم أيضا المزدوجة الطوسي يستخدمهم في أعماله في اللاتينية هو يستخدم علماء مسلمين آخرين هل يذكرهم بالاسم لكن يذكر البتاني بالاسم عدة مرات مش مرة واحدة يذكر الفرغاني يذكر الزرقيال يذكر علماء أما هؤلاء لم يذكرهم للسبب التالي لا العردي ولا الطوسي ولا ابن الشاطر ترجموا إلى اللاتينية الباقين ترجموا البتاني ترجم الزرقيال ترجم الفرغاني ترجم جابر ابن أفلح ترجم إلى واستخدمهم كلهم ولكن الكتب العربية التي أتت ما بعد القرن الثالث عشر وهذا إنتاج مهم جداً بالنسبة لتصورنا لتاريخنا نحن نحن أعتقد أن على عكس ما يقولون فليس هذا عصر الانحطاط بالعكس بالعكس هو عصر استمرار في التوهج العلمي في هذه القدرة ولكن كيف نعرف أنه أولاً رياضيات لا تكذب يعني عندما نرى أن نفس ممكن شخصين يصلوا إلى نفس يعني لايبنز لايبنز ونيوتن الاثنين مزبوط مزبوط وهذا ولكن هناك طريقة أخرى لمعرفة الأشياء عندما تأتي بحل صحيح لمشكلة حركة القمر مثلاً وتأتي بحل صحيح أتى به ابن الشاطر لمشكلة حركة القمر واثنين متفقان ما عنا مشكلة يمكن يكون صدفة أن يكون الاثنين وصلوا إلى نفس النتيجة ولكن عندما يذكر كوبرنيك عن مزدوجة الطوسي ويقول البرهان على هذه المزدوجة هو ما يلي نأخذ نقطة ألف تلاقي باللاتينية عنده آه نقطة با تلاقي باللاتينية با نقطة جيم نلاقي باللاتينية جيم يعني يعني يأخذ النقاط لما أطلب منك أن ترسم مسلس أقول لك ارسم مسلس ألف باجيم أنت تضع ألف باجيم حيث ما شئ لماذا كان يضع هذه الحروف بنفس الأماكن التي كان وضعها فيها الطوسي مع فارق وحيد أنه في برهان التوسي هناك إشارة إلى حرف الزين نحن نبدأ أبجد هوز أبجد هوز هط كلمة لما يصل إلى حرف الزين يترجم ذلك باللاتينية حرف الأف ونحن نعرف أنه الزين والفا في العربي متقاربتان يعني بشكل شبيه جدا ببعضهم الذي كان يساعد على الأرجح الذي كان يساعد كوبرنيك في هذه القراءة أخطأ في قراءة الزين فقرأها هذا الخطأ الأول ثاني الخطأ هو يعقذ عن ابن الشاطر أيضا حركة الكوكب عطارد وهو كوكب معقد جدا جدا وباعتراف كوبرنيك نفسه أنه هذا من أصعب الكواكب لوصف حركاته يعقذ كله عن ابن الشاطر ويسف هذه الحركات بوصفه باللاتينية ويقع في أخطاء هذه لم يقع فيها ابن الشاطر بأن إحنا لما نأخذ رسم هندسي مفهوم وواضح في أعمال ابن الشاطر ونأتي بهذا الرسم نفسه الرسم الهندسي في أعمال كوبرنيك ونراه لا يفهم كيف هذا الرسم يعمل كيف هذا يطبق على الواقع هنا لابد لنا إلا أن نستنتج أنه كان يأخذ شيئا لم يفهمه بعد وهذا الاستنتاج ليس لجورش صبيبا هذا الاستنتاج الذي وصل إليه سفيردلوف نويل سفيردلوف الذي حقق ونشر وترجم مع تعليق واضح لأعمال كوبرنيك الأولى التي هي كومنتوريولوس اللي كتبها كوبرنيك بحوال 1515 من الأخطاء نستنتج عادة أشياء مهمة جدا إذن ممكن نقول أن كوبرنيك كان مطلعا على هذه الأعمال بصورة أو أخرى ننتقل إذن طيب كوبرنيك أولا كتب كتابه هذا وبعد ولمشه وهو على فراش الموت كما نعلم وتولى بعد ذلك أناس الآخرين منهم أهمهم كان جاليليو الدفاع عن هذه النظرية وخصوصا لما جاليليو كتب كتاب بتاع الحوار ما بين المنهجياتين وكتبوا باللغة الإيطالية مش باللغة اللاتينية بحيث أن العامة يقدروا فالكنيسة لم تكن مصهورة بذلك إنها كان بتدافع عن هذا ولولا أن جاليليو أيضا كان له زي ما بنقول عندنا كان عنده وسطة إن كان علاقته كويسا مع البابا كان يمكن كان مقاله أسوأ بكثير من ما حصله يعني وقفوا أنا أتراجع مما قلت وما إلى هذا وأنهى حياته في قصر المدى الثمان سنوات نأتي إذن بعد ذلك إلى الأرصاد الجديدة التي قام بها تيكو براي وكبلر الوضع القوانين الحركة بأنه قال يا شكل بيضاوي وليس شكل دائري وعمل حسابات كانت تبدو إنها دقيقة ولكن كان ينقص كل هذا شيء إلى أن أتى به نيوتن ماذا أتى به نيوتن يا دكتور الأشياء المهم أولا عني تعليق على جليليو إذا معنا وقت دقيقة صغيرة لأنه في كتاب لي جليليو بأوائل كتبه اسمه ديموتو أنتيكوارا يعني بحول الحركة مشاكل الحركة فيها ويتعرض هناك إلى مشكلة كان أثارها يوحنى الفيلوبونيوس من الإسكندرية ونقلها ابن السينة وعلق عليها أبو البركات البغدادي وهي أنه إذا رمينا حجر إلى العلا ورجع إلى الأرض فلابد أن يكون يمر هذا الحجر بنقطة سكون هذه النقطة ما بين الصعود والنزول في نقطة من السكون أي الحركة التي تختلف يختلف اتجاه يجب أن يكون فيها نقطة سكون قال لي ليه يتعرض لهذا ونقد بطلميوس انتقد بطلميوس عفوا انتقد أرستو لأنه هو أرستو اللي واضع هذه نقطة السكون انتقده وقال أعطيك على ذلك شاهد أن ما ورد في كتاب كوبرنيك هناك نجد أن هناك حركة خطية تسعد وترجع وهي نتيجة حركة دائرية مستمرة وليس فيها نقطة سكون الدوائر التي يتكلم عنها هي دوائر مزدوجة الطوسي فإذن حتى قال لي ليه ومدين لي مزدوجة الطوسي في برهان ما أتى به نيوتن هو بمنتهى السهولة أن نيوتن استغنى عن الكوزمولوجيا الأرستية التي تربط الكون بأسره بمركز الثقل الذي هو الأرض وقال أنه ليس هناك مركز واحد للثقل جميع الأجرام السماوية تترابط وتشد بعضها إلى بعض وهي نظام الجاذبية الكونية هذا النظام استغنى عن ما كان يتحدث به أرستو وكذلك استغنى عنه كل علم الفلك وبدأ العلم الفلك الحديث بالفعل بدأ ما بعد نيوتن لم يعتقل سؤال أخير وهم جدا سؤال جورج بالنسبة لناس كثيرين جدا من المشاهدين لماذا بعد هذه التفرة العلمية العظيمة تأتي الدولة العثمانية بكل ما بدأت به من سلائمان القانوني وغيره وهذه العظم الموجودة وهذه القوة العسكرية والقوة على الساحة ولا نجد استمرارية في هذا العلم العربي حتى انتحوى العرب عربي علم إسلامي علم تركي أيا كانت الظروف إنما هذه الاستمرارية العلمية لا نلاحظها بنفس الصورة التي كانت مرت عليها هذا موضوع كتاب القادم وأنا على منحة يعني نضطر نعمل برنامج آخر بعد دكتور جورج بعد ما يطلع الكتاب القادم وأنا بدأ من السنة الفائتة آه من السنة الفائدة وأنا حصلت على منحة من كارنيجي لإنتاج هذا الكتاب والسؤال هو ما يلي لا يجب أن تلام الدولة العثمانية ولا أن تلام أي دولة أخرى ما حدث في قرن السادس عشر وما بعد هو التطابق ما حدث أن شيئاً ما حدث في أوروبا أوروبا أنتجت في الفكر العلمي تصور جديد لإنتاجية العلم يعني في أوروبا المحل الوحيد في كل الحضارات لا نعرف أي محل تاني أي حضارة تاني أخذت براءة براءة مادية لإنتاج علمي إلا أول براءة سجلت في مدينة البندقية سنة الف واربعمية وسبعة وسبعين وبعدها بدأت العلم ينتج لحساب البراءات ولحساب التجارة ويعطى ما يسمى باتنت تعطيه باتنت يعني تاخد براءة بالإنتاج الفكري لا الحضارة العربية الإسلامية ولا الحضارة الصينية التي كانت تنافس بالإثنين فالخطأ ليس بالدولة العثمانية وليس بدولة المغول ولا بدولة الفارسية إنما هي أوروبا استطاعت أن تطور العلم وتجعل منه سلعة لإنتاج رأس المال وهنا العلم الحديث لا يزال يطور هذه الأفكار عندما تسأل الآن العلماء في علم الطب أو في الفلك أو في الفيزي أو ما هي الدوافع التي تخومون بها بيخرونك عندنا جرانت عندنا منحة من مؤسسة تنتج فرمكولوجي من مؤسسة تنتج فرمكولوجي ده تطبيق إنما العلم والعلماء بصورة عامة كانوا بيهتموا بالسبق ويهتموا بالشهرة وبيهتموا بتحقييم العلماء أخذ تلميذه أخذه إلى المحكمة وادعى عليه أنه تعدى على البراءة التي كانت مسجلة باسم جاليليو جاليليو الذي كان عليه أن يبحث على الحقيقة من أجل الحقيقة بحث عن كيف يكسب ماديا من الانتجات العلمية أنت تعرف أن جاليليو لما أخذ التلسكوب ونظر إلى الأقمار التي تدور حول المشتري ورأها لم يذهب إلى البيت ويكتب رسالة هكذا ينهار نظام أريستو لأنه هذا البرهان القاطع كان بيده القرهان القاطع ذهب وكتب إلى ملك فرنسا قال وجدت كواكب جديدة يمكن أن نسميها باسمك لو دفعت لي فقال له لا أنا أستغني عن ذلك كتب إلى البابا وقال يمكن أن نسميها الأقمار البابوية لو كتبت لي فقال لا ذهب إلى الميديشيز ديوك وقال يمكن أن نسميها النجوم المديشية فأعطوه المال ووظفوه في البلاط وهكذا تسمى إلى الآن The Medician Stars فهذا قال إليه أول من وضع الفكر العلم الحديث اللي نحن نتصوره كان بدأ من تلك الفترة بإنتاج العلم لتقاد المال للكسب المادي منه وأنا أظن هذا التحويل ما بين ما بين الصرف على العلم والعلم يسبح هو الذي ينتج ينتج رأس المال هذا التحويل صار في أوروبا فقط لم يحصل في الصين ولم يحصل في أي حضارة ولم يحصل في الحضارة الإسلامية هنا يجب أن نبحث بهذه الأمور وهذا التوجه تبعي الآن في الكتاب الثاني إن شاء الله إن شاء الله نسعد بلقاء آخر بتور جورج صريبة لما تزورنا المرة الجاية ومعك الكتاب الجديد إن شاء الله للحديث بقية الحديث شيء دايما مع بتور جورج والموضوعات لا تنتهي ولكن ممكن نحن نقول إن فعلا بتور جورج صليبة أعاد إلى العرب وإلى المسلمين حقهم في الإسهمات العلمية الكبيرة التي أسهموا بها في فترة القرم الوسط بتور جورج وكتاباته الكثيرة المؤصلة المعروفة المؤثرة له دور كبير في إعادة قراءة تاريخ هذه الفترة التي لم تحظى بعد بالقدر الكافي من البحث فالحقيقة بإسم المشاهدين جميعا نشكر الدكتور جورج صليبة نشكركم لمتابعتكم معنا لهذه الحلقة من حوار العلماء ترجمة نانسي قنقر